العناية بالبشرة جزء مهم للحفاظ على مظهر صحي وجميل لكن هناك بعض الأخطاء التي يمكن أن تفسد جهودك حتى لو كانت تستخدم منتجات عالية الجودة هنا نناقش أبرز الأخطاء الشائعة ونقدم نصائح لتجنبها 1- الإفراط في غسل البشرة الخطأ غسل الوجه بشكل متكرر أو استخدام منظفات قاسية الأثر يؤدي إلى إزالة الزيوت الطبيعية التي تحمي البشرة مما يجعلها جفة ومتهيجة الحل استخدم منظفا لطيفا مرتين يوميا فقط صباحا ومساء اختر منتجات خالية من العطور والكحول إذا كانت بشرتك حساسة 2- عدم إزالة المكيج قبل النوم الخطأ النوم دون تنظيف البشرة من المكيج الأثر انسداد المسم وظهور حب الشباب وتسريع شيخوخة البشرة الحل استخدم مزيل مكيج مناسب مثل ماء الميسيلر اغسل وجهك بعد الإزالة لضمان تنظيف عميق 3- تجاهل استخدام واق الشمس الخطأ عدم وضع واق الشمس يوميا خاصة في الأيام الغائمة الأثر التعرض للأشعة فوق البنفسجية يسبب التصبغات والتجعيد وحتى سرطان الجلد الحل استخدم واقياً بعامل حماية أسبيات ثلاثون أو أعل أعد تضييقه كل ساعتين إذا كانت بالخارج لفترة طويلة 4- التقشير المفرط للبشرة الخطأ استخدام المقشرات القوية بشكل متكرر الأثر يضعف حاجز البشرة ويزيد من حساسيتها الحل قشر البشرة مرة أو مرتين أسبوعياً فقط اختر مقشراً مناسباً لنوع بشرتك كيميائي أو ميكانيكي 5- استخدام منتجات غير مناسبة لنوع البشرة الخطأ استخدام منتجات قد تكون فعالة لكنها لا تناسب نوع بشرك الأثر قد تزيد من جفاف البشرة أو تسبب انسداد المسم الحل تعرف على نوع بشرتك دهنية جفة مختلطة حساسة استشر أخصائي الجلدية لتحديد المنتجات المناسبة 6- إهمال ترطيب الخطأ الافتراض بأن البشرة الدهنية لا تحتاج إلى ترطيب الأثر يؤدي إلى جفاف البشرة وزيادة إفراز الدهون لتعويض النقص الحل استخدم مرطباً خفيفاً وخالياً من الزيوت للبشرة الدهنية اختر مرطبات غنية للبشرة الجفة 7- لمس الوجه بشكل مستمر الخطأ وضع اليدين على الوجه بشكل متكرر الأثر نقل البكتيريا والزيوت من اليدين إلى البشرة مما يسبب البثور الحل تجنب لمس وجهك بيديك قدر الإمكان اغسل يديك بانتظام 8- تجربة الكثير من المنتجات في وقت قصير الخطأ التبديل بين المنتجات سريعاً أو تجربة العديد منها دفعة واحدة الأثر صعوبة معرفة المنتج المسبب للمشكلة وتهيج البشرة الحل أدخل منتجاً جديداً في روتينك ببطء كل أسبوعين منتج واحد نحى المنتج وقتاً ليظهر تأثيره الحقيقي من أربع إلى ستة أسابيع 9- استخدام الماء الساخن لغسل الوجه الخطأ غسل البشرة بماء شديد السخونة الأثر يسبب جفاف البشرة وتهيجها الحل استخدم ماء فاتراً لغسل وجهك جفف بشرتك بلطف باستخدام منشفة ناعمة 10- عدم شرب كمية كافية من الماء الخطأ الاعتماد على المنتجات فقط دون ترطيب البشرة من الداخل الأثر يجعل البشرة باهتة وجفة الحل احرص على شرب ثمانية أكواب ماء يومياً تناول أطعمة غنية بالماء مثل الفواكه تناول أطعمة غنية بالماء تناول أطعمة غنية بالماء تناول أطعمة غنية بالماء